بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وصلي على سيدنا محمد صلاة تطهر بها قلوبنا وصلي على سيدنا محمد صلاة تؤالف بها بين أرواحنا وصلي على سيدنا محمد صلاة تحببنا بها بنبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحيكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم سوع الجنة لكن حتى ندخل الجنة أنت تحتاج أنك تجمع حسنات أنت تحتاج أن يكون لديك رصيد من الحسنات أنت تحتاج أن تستغل كل حسنة لأن الميزان غدا يوم القيامة ونضع الموازين القصط لما يوضع بكرة الموازين وتبدأ الأعمال توزن كفة الحسنات وكفة السيئات وتكون الفرق عندك بين دخول الجنة أو دخول النار بالحسنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ربنا سبحانه وتعالى يا أخواني وخواتي سيحاسب على ذرة من الخير أو ذرة من الشر الميزان عند الله حق الله عز وجل لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها الله عز وجل يجب أن تأخذ الأمر جدي أنا بعرف أنه كثير طمعون برحمة الله عز وجل وكثير تحدثوا لنا عن رحمة الله وأنا بقول لك صح الله غفور والله رحيم والله ودود لكن الله جبار والله منتقم وبطشه شديد عشان يكون في رحمة لازم تقدم عشان تنجو من البطش الشديد لازم تقدم عشان تدخل الجنة وتشتري سلعة الله عز وجل لازم تقدم أعمال لكن في واحد بيسأل سؤال هو أنا إيش مطلوب مني غير الصلاة والصيام هو واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قالت أدخل الجنة لكن أنا اللي بحكي عنه أرقى من ذلك ليس أرقى من كلام النبي إنما أرقى من حيث منزلتك في الجنة أنت أوعد دور على علامة النجاح خمسين شوف يا أخوان لو كان طالب في الدنيا واحد من طلاب المدرسة ولا طلاب جامعة وكان هدفه يحصل علامة النجاح خمسين أنا متأكد رح يرسم لكن لو وضع الهدف تبعه أنا أجيب سبعين أجيب ثمانين قطعا رح ينجح انت خلي هدفك كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى أوعد تقول يا ربي أنا بس دخلني الجنة ألم ورق عن أرض الجنة يا رب دخلني سور الجنة لا 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 أبدا خلي هدفك وغايتك وأملك والمعنى الذي تريد أن تصل إليه أن تكون في الفردوس الأعلى أن تكون مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة أوعد خلي هدفك تحت خلي هدفك عند الله عالي وابذل الجهد لتصل إلى ذلك الهدف لو كان هدفك تدخل الجنة بس أنت لن تتحرك من مكانك لن تغير شيء في حياتك لن تتصرف في مجتمعك خلي هدفك عالي عند الله عز وجل أنت مسلم أنت مسلمة أنت شاب أنت إنسان الآن عاقل واعي راشد أنت مسلمة جدتك فاطمة الزهراء وسيدتك خولة بنت الأزور ومعلمتك صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمارة رضي الله عنها لكن علشان أوصل الهدف العالي قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الموضوع مش موضوع تمني تحتاج لعمل حلقتنا اليوم رح أدلك على أعمال تجمع فيها الحسنات مش رب العالمين تبارك وتعالى يقول هل أدلكم على تجارة؟ يعني الله سمى التعامل معه تجارة أيوة تجارة فإنت بإمكانك أنك تبيع هذا الخاتم إذا بعته هون أنت بتبيعه بدينار لكن لو بعته لقدام شوي أنت راح تبيعه بعشر دنانير طب تبيعه وين؟ طب ما تبيعه لقدام شوي طيب ما تأخذ ثمن أعلى طب ما أنت بايع بايع بدل ما تأخذ دينار خذ العشرة عشان هيك حلقتنا اليوم راح أفتح لك أبواب من الله عز وجل وليست مني راح أرشدك إلى طرق اتجمع فيها حسنات اتكبر رصيدك اتكثر حواليك من الحسنات عشان بكرة لما ندخل الجنة يا رب ندخل الجنة سوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة عشان بكرة لما ندخل الجنة ما تكونش خايف ما تكونش أنت مرتبك ما تكونش عينك معلق على الميزان يا ترى بنجح وإلا برسب لا أنا بديك تدخل عند الله عز وجل وتدخل عند رسول الله نفس عالية ورصيد كبير وإنت عارف طريقك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء أنت عارف شو المحجة البيضاء الطريق معبد وواضح وسهل لا في مطبات ولا في وقعات ولا أبدا محجة بيضاء ليلها كنهارها تخيل لما يكون الليل والنهار في الإسلام سواء رح أفتح لك أبواب بس عشان أفتح أبواب فتح بصيرتك مش بصرك البصر ترى به الأشياء المادية أنت الآن شايفني بعيونك بالبصر أنا بديش البصر أنا لا أريد منك البصر فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي هي في الصدور معناته في شيء آخر ترى به أنا بفتح أبواب وإنت فتح البصيرة عشان تفتح البصيرة صلي على رسول الله رقم واحد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة شوفي يا أخواني اسمعي يا أختي إحنا عندنا أشياء الله فرضها لابد منها صلاة صيام زكاة حج حجاب بر والدين أمر معروف نهي على المنكر لابد منها لكن في عندنا أشياء إحنا منعملها يوبيا بحكم حياتنا لو دخلت فيها النواية بتبطل عادات وتتحول إلى عبادات يعني مرة ثانية إحنا أشياء منعملها كل يوم أشياء حياتنا قائمة عليها أشياء تتصرفها بحكم إنك طالب جامعة ولا موظف ولا موظفة ولا إنك رب تبيت أشياء تتصرف فيها كل يوم لكن هذه الأشياء لو دخلنا فيها عنصر النية تتحول من عادة إلى عبادة شو يعني عبادة بتأخذ عليها حسنات أعطيك مثال لو فيه اثنين عطشنين هذا مسك كاسة مي وهذا مسك كاسة مي لكن الثاني فقيه متعلم فهمان دينه صح يتلقى عن العلماء والمشايخ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس علم يقرأ في كتب الحديث يقرأ في كتب التفسير واعي عارف الطريق المحجة البيضاء الأول عطشانه مسك كاسة مي والثاني عطشانه مسك كاسة مي فالأول شرب حصل الإرواء روي لكن الثاني لما مسك كاسة المي رح حكى كلمتين قال بسم الله اللهم اجعله عونا على طاعتك يا رب المي التي تدخل إلى جسدي تتحول إلى قوة دافع للخير اثنين حصل خاصية الإرواء هذا شرب مي روي والأول شربه مي روي لكن الأول شرب الماء عاده والثاني شربها عباده يعني أنت تستطيع أن تعبد الله بكاس المي أيوة بكاس المي احنا اثنين جعنين وقعدنا مع بعض على السفرة وسكبنا الأكل مع بعض أنا حطيت رز ولحمة والثاني حطت رز ولحمة وحطينا شربة ومي وصلطة الأكل نفس الأكل من نفس الغاز ونفس المطهى الأكل نفسه على طاولة سفرة واحدة فالأول بدأ يأكل ويأكل ويأكل رح يملأ بطنه لكن أنا لما اجيت آكل أنا فيه بذهني حسنات فيه بذهني جنة فيه بذهني فردوس أعلى فيه بذهني ميزان فلما أردت أن آكل قلت بسم الله اللهم اجعله عونا على طاعتك يعني سؤال أنا شرق أعلي صوتي وكل اللي قاعدين على السفرة يسمعوا ويقولوا إيش بتحك لا 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 أبدا أنت بينك وبين الله النواية عارفين ليش النواية لأنه إحنا أعمالنا ثلاث أقسام أي بني آدم يبتعمل باللسان الشهادتين لسان الأمر معروف والنهي على المنكر لسان التسبيح لسان الذكر لسان العقود لسان لما بقوله زوجتك ويقوله قبلت لسان يبتعمل باللسان يبتعمل بالجوارح الركوع جوارح السجود جوارح دفع الزكاة جوارح الطواف حوالين الكعبة جوارح طب ويقوله عمل الثالث قلوب أنت بتعمل باللسانك يبتعمل بجوارحك يبتعمل بقلبك طب شو عمل القلب النواية اللي بنحكي فيها درسنا اليوم عن عمل القلب ماذا تعمل بقلبك لو نويت أن تعبد الله بالطعام يتحول أكلك وشربك من كونه عادة لملء البطون إلى أن يكون عبادة تخيل كم عدد الحسنات اللي عم بتضيع علينا كل يوم لو واحد إيجا ينام ولما زبط الفرش واتخت ومش عارف إيش وحط رأسه في الفراش راح قايل بسم الله اللهم اجعل نومي عونا على طاعتك يا رب أيقظني على صلاة الفجر تخيل أنه طول ما هو نايم وعداد الحسنات شغال حسنات 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 تخيل الأجور اللي عم بتضيع عليك أجر في النوم وأجر في الطعام وأجر في الشراب الصبح لما يجي شغل السيارة عشان يطلع على شغله بمجرد ما شغل السيارة يقال يا رب اجعل خروجي من بيتي لتحصيل الرزق الحلال يا رب أرزقني رزقا حلالا أنا ناوي أطلع اليوم من بيتي عشان أشتغل عشان أجيب فلوس حلال لأولادي عشان أطعم أولادي وزوجتي من مال الحلال أنا لا ناوي أغش ولا ناوي أرتشي ولا ناوي أأجل معاملة مواطن وأقول له تعال بكرة وأنا قادر أمشيها اليوم أنا ناوي أكل حلال تخيل أن كل خطوة ولفة عجل ودوران للعجل يتحول إلى حسنات أنت عايش في مصنحة أنت عايش في كنز من الحسنات لكن أنت مش عم بتعبد جيابك أنا اليوم كلامي معك بفتح لك أبواب تدخل على الحسنات وتأخذ من الحسنات بقدر ما تشاء تخيل لو واحد رجع لبيته وراح ندخل السرور على أهل بيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل السرور على بيت مسلم أدخله الله الجنة يا سلام لو نويت تدخل السرور على بيت مسلمين لما زرت أختك وأولاد أختك وبنات أختك وحضنتهم وما اختلهم معهم شغلة حلويات ولا شغل الأولاد بيحبوها تتحول هذه الأعمال لحسنات إذن كم يضيع علينا من الحسنات كل يوم علشان تفتح أبواب علشان نعرف إيش كمان قدامنا مجالات في مجالات كثيرة من الحسنات أو أعضي عليك لو عاوز تسمع كمان عن أبواب الحسنات خليك معنا وراجعين لك بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى على الجنة وذكرت يا إخواني علشان ندخل الجنة تحتاج رصيد حسنات أنا أبدأ أعطيك مثال لو جاء البنك المركزي في أي دولة وأعلن إعلان وقال كل واحد بيقول فيلس واللمليم سيسجل له رصيد في البنك المركزي فيلس كيف بتلاقي أحوال الناس كل الناس قاعدين فيلس 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 حتى لما تقول له السلام عليكم وقل لك يا أخي فيلس فيلس أنا فيلس مش ملحق بدي فلوس أنا عم بعطيك مجال مش تجمع فلوس تجمع حسنات تأخذ حسنات وأجور عند الله عز وجل تأخذ من الحسنات ما لا يعد ولا يحصى بفتح لك أبواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الرجلان فتصافحا تحتت ذنوبهما من بين أصابعهما كما تتحت أوراق الشجر يا سلام على شباب المسلمين وعلى بنات المسلمين لما الروح ملتقيين والروح مسلمين على بعض بالإيدين وتنتقل حرارة الأخوة وحرارة الإيمان بين اليدين الثنتين فتسقط الذنوب وتنتقل المحبة بين بعضنا البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى زوجته نظر الله إليهما نظرة رحمة تخيل زوجتك قاعد جنبك أنت الآن وانت قاعد قدامي اطلع على وجه زوجتك وخلي زوجتك تطلع عليك إذا نظر الرجل إلى زوجته نظر الله إليهما نظرة رحمة فإن هو صافحها تحت الذنوبهما من بين أصابعهما حتى يخرجا نقيين تخيل حسنات اللي بتضيع عليك عند زوجتك يعني معلش بين قوسين في ناس لا يغض بصره عن أحد إلا عن زوجته بيكون ماشي بالشارع ما بيخليش واحد اللي بتطلع فيها لكن لما وصل على البيت مكشر ومعقد وبدوش يطلع على حدا ومش عاوز يشوف أي إنسان حرام حرام اللي بتعمله حرام تضيع حالك حسنات حرام تهدر هذا الكم الهائل من الحسنات أنا بفتح لك أبواب لو دخلنا النوايا في أعمالنا لو إجينا نطلع شمت هوا ولا مشوار ولا طالعين رحلة مشاوي ولا إحنا رايحين على أي مكان نرفه عن أنفسنا ورحت أنا في البيت وبجهز أموري عشان أطلع الرحلة والرحلة بعيدة عني عشرين ثلاثين خمسين كيلو ونويت أنا في نفسي لما أوصل على البلد اللي رايح عليه واللي على المكان اللي رايح عليه رح أصلي هناك ركعتين لله عز وجل حتى الأرض اللي أنا واقف عليها تشهد لي والسماء تشهد لي أني صليت عليها شوف النوايا شوف الحسنات اللي رح تجيك لو أنا كنت في الطائرة راكب أنا في الطيارة والطيارة أنتوا عارفين لما تكون السفر لأوروبا حتى مع الأسف لبعض بلاد المسلمين والطيارة عليها خمور أو عليها أناس غير مسلمين ونويت من لم الطائرة كانت على المدرج نويت أنه يا رب رح أذكرك في موضع لم يذكرك فيه أحد والطيارة فوق بالجو ماشية واللي فاتح موسيقى واللي فاتح مجلة واللي بتطلع على الفيديو قدامه واللي بيشرب عصير وغير عصير واللي كذا وكذا 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 وإنت قاعد تذكر الله عز وجل ونويت أن تذكر الله في مكان لم يذكرك فيه أحد خيل منظر عند الله عز وجل تصور كم أنت عزيز عند الله عز وجل يا أخواننا كثير من الحسنات بتضيع علينا بدون نواية كل عمل صالح كل عمل دنيوي إذا أدخلت فيه النية تحول إلى عبادة في واحد من الشباب المسلمين قاعد قدامي الآن وهو دائما بيعتني باللباسه وأناقته ونظافته فلما يجي يتعطر نوى قال يا رب هذا العطر عشان الناس تشم مني رائحة طيبة في يقوله ما شاء الله عليه مسلم ونظيف ورائحة طيبة فأردت أن أقتدي بالنبي صار العطر عندك حسنات لما يجي يلبس أوعي أو يكوي البنطلون نوى داخله أنا بكوي البنطلين وبرتب الأواعي عشان لما أدخل على المسجد أو أطلع قدام الناس يقولوا ما شاء الله شباب المسلمين متفتحين وجميلين وأنيقين بكون دعاية للمسلمين إليك أجر لو واحد لما يجي يلبس قميص أبيض نوى أنا بلبس الأبيض اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يحب البياض أنت إليك أجر لو واحدة هي أصلا تلبس شرعي هي أصلا محجبة لكن اعتنت بأناقة وترتيب ثوبها وحجابها بنية أن تكون داعية إلى الحجاب من خلال لباسها والله يا خواتي كلمة بحكيلك إياها كثير من خواتنا المسلمات اللي ما كانوا محجبات وتحجبوا قالت أنا حبيت الحجاب عشان فلانة أنيقة وبتلبق ألوان صحه بتلبس صحه وحجابها أنيق فأحببت الحجاب عشانها لكن بالمقابل مع الأسف نسمع الكلمة بالمقابلة بتقولك أنا كرهت الحجاب عشان خاطر فلانة لا حجابها مرتب ولا أنيق ومجعلك وعليه من القاذرة وكذا 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 إلى غيره شوفي أنت لو نويتي اترتب حجابك وأنيق ولا مطبع عشان تكون داعية إلى الله عز وجل من خلال لباسك أنا مش بقولك البس ملون لا أبدا حجابك تخيل كم حسنات تتحول عندك من خلال العادات لما تمسك فرشاية الأسنان وتيجي أنت تفرش أسنانك أنا بعملها كل يوم أيها بتعملها كل يوم انوي أنه هذه الفرشاة الأسنان عبادة يتخيل يتحول معجون الأسنان وفرشاية الأسنان ونظافة الأسنان كله عبادات لما تمشت شعرك دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثائر الرأس فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وجد هذا شيئا يسكن به رأسه يعني أنا لو تمشت هو أنت معقول تطلع على الشارع بدون ما تكون ممشت شعرك وبرتب أمورك يعني لو نويت وأنت ترجل شعرك وبتمشت شعرك لو نويت من تمشيط الشعر أن تقتدي بسنة النبي أنت مأجور ما إحنا كلنا بنعملها أيوة كلنا بنعملها بس دخل النواية شوف قديش كم مئة الحسنات التي تأتيك من خلال عادات تمارسها يوميا لكن دخل فيها النواية لله عز وجل فيتحول العادة إلى أن تصبح عبادة في واحد من زملائك واللي من أصحابك وحصلت عنده مناسبة فأخذت هدية ولازم أروح أزوره طب دخل فيها النواية من تدافع ودافع ورايح ورايح وواصل عنده أدخل فيها النواية أدخل فيها بنية تفريح قلب مسلم مشاركة مسلم في حسنات مشاركة مسلم في فرح يفرح هذا المسلم إليك حسنات من تدافع فلوسه دافع ورايح عنده ورايح طب دخل النواية يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين الأمثلة كثيرة من حياتنا وإنت بتقدر تخترع منها أشياء كثيرة لكن الفكرة العامة اللي بوصل لك إياها كل عادة كل عادة دخلت فيها النواية تحولت لعبادة تخيل أنت ساكن بشقة هون وجارك ساكن بشقة قبالك يعني كم خطوة بينك وبينه مترين ثلاثة متر خمس متر إحنا شقك ساكنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زار أخا له في الله على شوق منه مش تاقل من قلبك من زار أخا له في الله على شوق منه كتب الله له أجر عمرة تامة 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 يا سلام يا سلام تدخل السرور على قلبه فتدخل الجنة وتدخل الفرع على قلبه فتفرح بيت مسلم وتزور وأنت مشتاق له فيكون لك أجر عمرة كاملة يعني الجنة وين أيها الجنة خطوة إحنا دائما منقول سوى على الجنة وبرنامجنا سوى على الجنة لكن عشان نوصل سوى على الجنة في أعمال سهلة وممتعة وروتينية ويومية نقوم بها لكن تحتاج لنوايا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان صاحب ظهر فليتصدق على من لا ظهر له أنا راكب سيارتي وراوي على الشغل ومريت لقيت أزمة مواصلات والعالم واقف والدنيا حر أو شتا أو الناس واقف وبيستنوا بالباص ولا بيستنوا فروحت أخذت لي معي واحد ونويت تطبيق عشانك يا حبيبي يا رسول الله أنا بقلد فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلك أجر من كان صاحب ظهر فليتصدق على من لا ظهر له من كان صاحب جاه فليتصدق على من لا جاه له في واحد عاطل عن العمل وما فيه الشغل ومسكين وعلى البركة وعنده عيلي وأولاد وأنا الناس بتعرفني وعندي مركز ومنصب ومسؤولية وكذا فأخذت بإيده ورحت عند واحد من معارفي وأصحابي وطرقت الباب ودخلت وقلت له علشان خاطري أنا إلي جاه علشان خاطري عين هذا الرجل وعينه تخيل كل ما ينزل راتب آخر الشهر بحسابه كأنك متصدق من جيبتك من كان صاحب جاه فليتصدق على من لا جاه له بالله عليكم يا أخواننا لو كل واحد مننا عمل لحكاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف بتكون الحياة مش حياتنا كلها تصبح عبادة مش بروح من طبقين شعار قول الله عز وجل إن صلاتي وإن محياي ومماتي وصلاة ونسك لله يا رب العالمين مش بنروح بتصبح حياتنا كلها لله عز وجل وميكون ما أخذيني بإيدينا كلنا ورايحين على الجنة لو طبقنا كلامك يا رسول الله لو طبقنا أحاديثك يا رسول الله الكل بيكون ما أخذ بإيد بعضنا البعض ورايحين على الجنة وحياتي تتحول كلها إلى عبادة أيها العبادة مش صلاة وصيام إحنا منشوف مع الأسف بعض النماذج والله بيصلي بالصف الأول والله بيصوم اثنين وخميس لكن أخلاقه دفشة وتعاملوا سيئ تعاملوا مع أسرته تعاملوا مع أولاده تعاملوا مع جيرانه تعاملوا مع الكل متغطرس يتنفتر بالكل مش هيك الإسلام يا أخواننا مش هكذا الإسلام الإسلام حسن تعامل ولين جوار الإسلام مسح الدمع يتيم ومسح على رأس يتيم وإحسان لإخوانك المساكين والفقراء والمحتاجين لو قدرنا ندخل العبادة وندخل النواية في كل عاداتنا رح يكون شعارنا دائما سوع الجنة ويا رب اجعلنا جميعا من أهل الجنة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم